من الحاجات المهمة يا جمال انه فكرة ان احنا نقدر او عندنا الامكانيات اللي تخانينا نحقق كل ده يعني ممكن نحلم بس هل احنا نقدر ننفذ اللي بنحلم بيه ده او اللي احنا بنشوفه ده يعني هل عندنا قطاعات ناشئين نقدر نسيطر عليها هل نقدر نروح نقطاعات الناشئين في الاندية ونقول لهم انتم محتاجين تلعوه بطريقة لعبة معينة باسلوب معين هل نقدر نعمل اكاديميات تبقى تبعة الاتحاد المصر كورة القدم مش تبعة الاندية هل نقدر نعمل الكلام ده ولا الامور دي صعبة جدا لا نستحبه نستحبه بالعجز هي مربحة جدا للاندية لو اتعملت بالشكل السليم يعني خلينا اسأل سؤال مهم ما هي عوائد او المكاسب المالية المالية لانها بتهم كل الاندية طبعا لبطولات الناشئين في مصر كلها من اول سنة 13 سنة لحد ال21 ما هي العوائد المالية الاندية صفر خسائد طبعا بصرف بس بعمل ايه بعد كده بطلع ناشئ مش قادر يلعب في الفريق الاول فبيروح كل نادي بيدي للنادي الاقل منه عشان اروح اجيب لعيب جاهز فبدفع تاني ليه انا ما تمش ثق هذه الموهبة بالشكل الكافي علشان تندب ومبقيتش حتى انا هتروح تلعب منتخب علشان تلعب عندك في فريق هاكل اول فتبقى بتوفر تبقى بتوفر مالين فهي على الصعيد الاقتصادي اللي انت هتصرفه في تمال لعيب واحد تقدر تطور بقطاع ناشئين كامل في نادي هادي الجزء المالي اتنين الربط بقى آلية التنفيذ ما بين وزارة الشباب والرياضة في مشاريعها هم اوقات كتير بيبقوا في مشاريع جارية على اكتشاف المواهب دوريات مراكز الشباب دوريات المدارس الازمة عندنا انه مفيش ربط كل واحد بيشتغل في اتجاه احنا القصة كلها عايزين بقى فيه مشروع في بعض العناصر منه بتتعمل لكن لانها مفيش ربط مع المسؤول الاول عن الكرة المصري هو اتحاد الكرة المصري ايا كان تكوينه عامل ازاي مع وزارة الشباب مع الاندية لازم يبقى فيه آلية للربط ده الاول لازم يبقى فيه آلية ما بين وزارة الشباب اتحاد الكرة الاندية اتحاد الكرة دايما هو الوسيط هو اللي بيدير هذه المنظومة فانا لازم يبقى فيه ربط لازم يبقى فيه سيستم يمشي على كل السيستم ده كان تحطي له اقتراحات كتير جدا ودايما الناس بتطلع تحاول تقدم حلول لكن للأسف آلية التنفيذ هي الأزمة لكن هل احنا لا امتلك عندنا الامور سهلة جدا احتاجين سيستم مش محتاجين فلوس صحيح بس